أنا عايز بس أقول كله ما صغيرة أأكد فيها المعنى أنت قلته يعني انكفاءنا على الأمور الداخلية طبعا فسألة طبيعية إنما مش صح لأن إحنا لا نحي في فراغ والأحداث الدولية إن آجلا أو عاجلا حتأثر علينا يعني مثلا حاجة تبدو بعيدة التنافس الصيني الروسي حيأثر علينا وأثر علينا فعلا الصراع أو المواجهة الأمريكية الروسية بتأثر علينا علينا وعلى غيرنا فعايز أقول اهتمامنا يعني الأوضاع الدولية إما أنها سوف تفرض خيود عليك أو أنها هتوجد لك فرص وفي الحالتين عليك تتبع نبدأ قضيتنا الأولى وحضرتك طبعا تبعك عن كسب يوم الأربعة اللي فات انعقدت القمة الافتراضية ما بين المنتظرة ما بين الرئيسين الأمريكي بايدن والروسي بوتن والقمة دي أكيد نقش تهاجتين إحنا يعني اللي بيعلن مش هو دايمن اللي حصل لكن اللي طفع على السطح الصراع المشتعل حول أوكرانيا خناعة لما بين روسيا وأوكرانيا واللي موجودة من فترة طويلة واللي شفنا بقى تصريحات من الجانبين بإنه والله لو الروس ادخلوا الأمريكان هيفرضوا زي ما قالوا للروس يعني عقوبات غير مسبوقة لا يتخيلوها الروس بواسطة حركاتهم وأنا بقول للمشاهدين بس جملة صغيرة حولين أوكرانيا عشان يبقى عارفين يتكلم عن إيه أوكرانيا دولة مساحتها حوالي ستون ألف كيلو متر مربع عدد سكانها يقارب الأربعين أو يزينها الأربعين مليون منهم 17% من السكان الروس وهي دولة محاطة بدول أخرى كثيرة طبعا أهمهم روسيا بلاروسيا بولندا رومانيا مولدوفيا وقريب منها بلغاريا وتحتها البحر الأسود إحكاية الموضوع أوكرانيا ده المشتعل ليسا نواة طويلة وعندك إيه الرأي التاني أنت شايف عن القمة الروسية الأمريكية أولا عزيزي من هذه القمة هو التفاعل الخامس من بايدن وبوتين تلاتة منهم إتصاد تليفونية أول مرة قعدت لها بين ساعتين ومصد ثلاث ساعات ومرة وجهاً لوجه في يونيو اللي فات والمقابلة بالفيديو عبر قناة مغلقة الأخيرة أنا الرأي اللي عايز أقوله إن السياسة الأمريكية الدبلوماسية الأمريكية وأدوات الإعلام الأمريكية عايزة تصدر لنا معنى معينة وهو أن الأزمة الأوكرانية كانت هي القضية الغالبة الصاحقة الماحقة في اللقاء ده أنا بقول لا لا هي قد رسد إنما أنا لا أصدق أن رئيسي أمريكا وروسيا عادوا ساعتين يتكلموا عن أوكرانيا خاصة اللي قالوه كلام بسيط جدا إن بايدن بيحذر ويهدد روسيا أنها إذا اقتحبت أوكرانيا عسكريا فسوف يقع عليها الويل والثبور وهواء للأمور ومن ناحية تانية بوتن بيقول إن روسيا لا تنوي مهاجمت وإن اللي بتعبيره ده نوع من الردعة خوفا من إن أوكرانيا تهاجم المنطقة الروسية في أفريقيا في أوكرانيا كل الكلام كل الهيصة اللي بتتقال حول المعنين دون أنا لا أصدق إن الرئيسين قاعدوا ساعتين طيب إيه دلائلي على هذا دلائلي على هذا أولا البيان الرسمي اللي صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية أثناء العقاد المؤتمر إنه بيقول سوف تناقش هنا القضايا أهمها المشكلة الأوكرانية ولكنها سوف تناقش قضايا العلاقات الثنائية بما فيها وأنا بقتبس بما فيها الاستقرار الاستراتيجي والأمن السبراني وبعض القضايا الإقليمية ومنها إيران قادي نص بيان وزارة الخارجية الأمريكية ده جدوى الأعمال الحقيقي ده الجدوى حوله ده اللي ده رحل طيب أنا عايز أقول يعني عايزين نفهم يعني حتى يعني بيقول لك مثلا الرئيس السيسي التقي برئيس الوزراء اللبناني ميقاتل الكلام لا بحصلتش من يوم وليلة يعني مش واحد رفع السماعة للتاني قال له ما تفوت عليها بكرة رؤساء الدول عندما يتحركون في استعدادات وفي أوراق عمل في كل القضايا والفنيين من على الجنين بيدرسوا قد يبخي بقى الرئيس اللي اقترف حاجة هو عايز يقولها مباشرة لكن كثير فهذا اللقاء بين الروس والأمريكان معد له من مدة طويلة ومعد فيه القضايا يوم 23 نوفمبر حدث اتصال تليفوني بين رئيس الأركان قطر السلح الأمريكية ورئيس أركان القوات الروسية ده دلالت ايه؟ دلالتوا ان فيه ده ده والإعلام بدأ الروسي اللي اعلنوا وزارة الدفاع اللي علمته الأول الروسية فالأمريكان كذلك وقالوا انه بناقش قضايا الاستقرار العالمي والعلاقات الثنائية بين البلدين في مؤتمر صحفي لما سأله وزير المتحدث باسم البنتاجون قال أنتم تعلمون أن اتفاقنا مع الروس أن التفاصيل تبقى سرية عظيم لما نرجع لاجتماع يونيو اتفقوا الاتنين على تشكيل لجاني وشتركة اللي بحثت الحكتين دول الاستقرار الاستراتيجي ده معناه أنه لشغل ده معناه لا ينبغي أن نسمح نحن أمريكا وروسيا بأن يتطور موقف يهدد بالصدام بين البلدين